رجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم حلقتنا وصلنا دلوقتي لفقرة استوديو الحريف لسا مكملين معاكم موضوعنا عن تفاصيل مشروع اكتشاف المواهف النادي الاهلي ومنورنا كابتن محمد حشيش نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم علشان يقولنا التفاصيل الكاملة للموضوع برحبك يا كابتن أهلا من هنت منورنا كابتن خلينا نبتدي بالمشروع وتفاصيله مشروع اكتشاف المواهف النادي الاهلي طبعا يعني النادي الاهلي طبعا مؤسسة عريقة يعني أرى 907 من أقدم المؤسسات الرياضية في مصر مش غريب عليها اللي هو التعاقد الجميل اللي عملوه طبعا وأنا يمكن من أشد المعجبين بالموضوع ده لأن يمكن تخصصي من خلال وجودي في منطقة القيارة المسئولية طبعا يعني مسابقات الناشئين والبرائم في مصر تعتبر طبعا يعني فرع القاهرة ده من أكبر الفروع لاتحاد الكرة المصري وبعاني من مشاكل كتيرة بالنسبة للناشئين والبرائم والحقيقة يعني من خلال عملي في المجال ده مشكلتنا الأساسية أن احنا عشان نوصل لمنتخب مصر الكبير بلعيبة مميزة ونحقق نتائج ده المفروض ما يجيش من فراغ ما يبقاش قبل أي إفنت بس بنلم اللعيبة ونعمل منتخبات ونجيب مش عارب مدربين كبار حتى على مستوى عالي الإصلاح لازم يجي من القعدة نفسها قعدة البرائم والناشئين البرائم لازم تاخد اهتمام كبير جدا جدا في كل حاجة لأن أنت البرائم الصغير أولا إزاي تكتشفيه يعني وإزاي كمان الولد الصغير ده ممكن يكون كل اللعبة الصغيرة أو الولد الصغيرين بيبقوا عشان لعبة الشعبية الأولى في مصر طبعا هي الكورة فكل عايز يلعب كورة وهو ممكن يبقى مؤهلاته وقدراته الفنية والبدنية تناسب لعبة تانية من هنا جي تفكير طبعا للنادي الأهلي وده مش غريب على إدارات النادي الأهلي على مختلف طبعا العصور دايما بتفكر لقدام ودايما بتبقى سابقى أي حد في مصر في الخطوات دي وخطوات جدية مش كمان كلام لأ ده بيفكر وبياخد بالأساليب العلمية وبيفكر له قدام والحاجات دي بتبقى محتاجة مشروع مبقاش في يوم الليلة أن أنا عايزة أجيب ناشئ كويس أو لعيب كويس أو أعده للمسأل الفرقة الكبيرة أو منتخب مصر ده لازم يجي من القاعدة من هنا طبعا الإدارة فكرت أنها تعتمد أو تجيب ناس متخصصة لأن الكلام ده عايز تخصص لأن مشكلتنا برضو الأساسية في مصر عموما هي عدم التخصص يعني كله مشتغل أي حاجة كله مشتغل في كله مزابط مهدام أي كابتن أي خليني أسأل حضرتك إزاك يا إزاك يا إزاك يا حضرتك أهلا بيك أهلا بحضرتك في نوارنا والله رب مهنا خليني خليني أسأل حضرتك التعاقد بقى مع شركة هولندية تحديدا وأنها تبقى هي اللي مشرفة على الموضوع إيه الاستفادة اللي احنا هناخدها من ده تحديدا أولا التجربة الهولندية هي تجربة نكحة جدا على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا بنشوفهم الأوائل أو من ضمن العشر أوائل على مستوى العالم في كل حاجة في جميع الألعاب وبيبني الكلام ده في الدورات الأولمبية المجمعة اللي بتضم ألعاب كتير ألعاب فردية وألعاب جماعية واخدين بالأسلوب العلمي فمن هنا فكر النادي الأهلي أنه هو يعمل شراكة مع الشركة دي لتطوير طبعا الرياضة عموما في النادي الأهلي وبالتالي تطوير الرياضة في مصر لأن النادي الأهلي زي ما قلنا أكبر مؤسسة في مصر وبينتمي ليه يكمل أكبر من الجمهور والناس والشعبية الطغية وبعدين في حاجة تانية كمان موافقة الشركة الهولندية دي إنها تعمل الموضوع ده في النادي الأهلي وأول حاجة بالنسبة لها في شرق الأوسط بقى مش في النادي الأهلي بتعتمد أو بتراهن على إنجازات النادي الأهلي إنجازات النادي الأهلي الكبيرة خلال السنين الكبيرة مضار تاريخ النادي الأهلي إنجازات النادي الأهلي شعبية النادي الأهلي لأن دي مهمة جدا جدا معظم الولاد في السن الصغير في جميع الألعاب يحبوا ينتموا دائما للنادي الأهلي وأهلوية من هنا جاءت الموافقة من الشركة عارفة هي هتتعامل مع مين لأن الشركة كبيرة زي دي يهمها أنها تخش في موضوع تنجح فيه يعني فبالتالي دي المقاومات أو دي الأساسيات اللي اختارت طبعا يعني النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي لأننا عارفين ومتأكدين من خلال إنجازات النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي الحالية أنه هو حيعمل دعم كبير قوي للموضوع وهيبقى كمان عايز ينجح التجربة عشان أول حاجة يفيد جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي وكل ينتمي بالنادي الأهلي وبعد كده طبعا المنتمين لمصر كلها النادي الأهلي طبعا يعني سباق في الحاجات دي وبعد كده الأندية التانية بقى بتجري وراه يعني أنت بتعملها هتلاقي فجأة كله وأنا عايز أقول له هندن دي حاجة كويسة ياريت كله يقلد النادي الأهلي لأن ده برضو هيخدم مصر كلها ما بقاش برضو قطاع جماهير النادي الأهلي أو الحيز بتاع النادي الأهلي المشروع مشروع كبير ومشروع مهم جدا جدا وعايز أقول للناس أن ده النتائج مش هتبقى بكرة ولا بعد ولا السنة الجاية هي هتبقى بعد فترة لأن أنت بتتكلمي على الناشئين أو البراعم الصغيرة من سنة يمكن ست سنين لغاية ستاشر سنة وهو ده أهم فترة بالنسبة للناشئ لأنه بيتكون فيه حاجات كتير قوي كون الأول طبعا قدراته المهارية والبدنية والنفسية والشخصية لأن دي حاجة مهمة جدا جدا إحنا طول عمرنا إحنا بنعمل اقتبارات وده بيختار ده وبيختار ده وبعدين برضو العين ما بتبقاش متخصصة فممكن ولاد يتظلموا ممكن لعيبة كتير جدا عندها موهبة في الكرة بس يعني ما بتكملش لأن ممكن المقاومات التانية مش موجودة حتى أنتوا تلاحظوا معظم الحريفة في مصر تليهم أجسام قليلة وضعيفة ويعني صح 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 المهمة والأهم كمان أن لازم المشروع ده طبعا والنادي الأهلي طبعا عامل الكلام ده أنه هو مش هيبقى خاص بالنادي الأهلي أو النادي الأهلي مش هيتحمله لوحده لازم مؤسسات البلد كلها يعني تشارك في الموضوع والدعم الموضوع ده طبعا وعلى رأسها طبعا لمثل الحكومة هو وزارة شبابه ورياضة لأن الولاد الصغيرين يعني تايهين في مصر ما بين الرياضة اللي بحبوها واللعب وعايز يوصل في الرياضة وفي التعليم صح يعني هو أولاء الأمور وبزاد طبعا الستات أيوة هم اللي داخين وتعبنين يعني تجيب ابنها من المدرسة وتجري وبيبقى مثلا عنده مذاكرة وعنده امتحان وعنده تمرين طب يخش الامتحان ويبقى كويس ولا يروح اتمرن عشان كابتن يلعبه ولا الموضوع تاية فلا قادرين نبقى كويسين في الحتة دي ولا كويسين في الحتة دي صح بعدين برضو يعني يعني في موايب كتيرة بطلت وكانت معتمد انها هتكمل ويعني يتكمل في الحتة دي فريحت الدراسة على جنب او ما خدتش الدراسة بالشكل الكافي وممكن يبطل فلا طال كده ولا طال كده فهو التنسيق في الحتة دي مهمة جدا جدا عشان اولاء الامور كذلك برضو دخل فيها عناصر كتير تغذية مهمة جدا جدا تكوين الشخصية بتاع الولد النفسية النفسية طبعا وشخصية الولد ان هو يقدر بعد كده يبقى لاعب سواء على مستوى الاحتراف او على مستوى المحلية لازم يكون شخصية السمات شخصية معانا لازم تتوفر في الولد ده لازم يبقى يتحمل الضغوط لازم يبقى عنده مصابرة لازم عنده طموح كبير لازم يبقى مثقف طيب كابتن خلينا نقول انه في ناس كتير اولياء امور كتير ببعزين ولادهم او عيالهم يروحوا النادي الاهلي بس هم بيقولك ايه ده في مش عارفة كام واحد متقدم وابن الوسطى والقصة وشرفة ايه يكسل وما يروحش اه دي مشكلة والاسف الافة دي كانت موجودة اه يعني في قندية مصر كلها احنا عندنا في البلد محتاجين زقة من حد محتاجين حاجة فيه ناس ما عندهش علاقات انها تقدر تزوق يعني النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد اللي مش اي حد يلعب فيه يعني اه المجاملة بتبقى في حدود ان انا ادي الولد فرصة كويسة يتشاف هي دي المجاملة النادي الاهلي بيعملها انما قوته وموهبته ولعبه وانتظامه وواواوا هو اللي بيخليه بقى يكمل في النادي الاهلي بدليل ان فيه ناس بتيجي تلعب في النادي الاهلي وتخرج عن النص في بعض الاشياء سواء داخلية او خارجية داخلية لها النادي الاهلي لفظها على طول فهي دي المشكلة انما دلوقتي احنا بنتكلم على اساس علمي ما فيش حد بقى مصري موجود عشان مش عارف يعرف فلان الفلاني والكلام ده دي شركة جاية متخصصة لعرف فلان ولا ابن فلان ولا كذا ولا كذا وبعدين لما ارفض الولد ارفض الولد بارفض الولد عشان واحد اتنين تلاتة اربعة بيقولونهم السبب طبعا اكيد انت محتاج كذا محتاج كذا اللي لقين فيه موهبة ويكملوله الحاجات الاخرى دي يبقى هو ده الاساس اللي انا اقدر حط يعني عليه واقدر ان انا لما اتعب معاه واستثمر فيه اقدر حيفدني بعد كده سواء في النادي او في منتخب مصر اللي هو الاساس طبعا او خارجيا ان نقدر يحترف بره بسهولة عندنا مشكلة ان المعظم اللعيبة الكويسة بتبقى مثلا يعني درجة ثقافتها وليلة شوية اللغة عندها مش قوي الثقافة نفسها ما بيطلع بره بيجنن من الموضوع اللي مش واخد عليه فبالتالي تلاتة اربع التجارب الاحترفية اللي حصلت لولادنا رجوا على طول يعني الا في مناظر يعني زي ما بيقوله حاجات بسيطة جدا اللي هو اساسا عنده حتة التعليم والثقافة والقدرة ان هو والطموح والتصميم المهم اوي ان هو يقدر يكمل بره فالشركة دي طبعا تشغل باسلوب علمي كبير اوي اوي من البداية من الصغر قياسات كبيرة جدا للولاد تحديد اللعبة اللي هو قدراته تتناسب معها يعني ممكن ولد طويل اوي مثلا ويعني امكانته في الكرة لا اوجهه لانه مثلا يلعب طايرة او يلعب باسكت او او اوجهه للطريق الصحيح بدل ما يضيع وقت كتير في حاجة هم عارفين ان هو مش هيبقى كويس فيها لا انا بوجهه من هو صغير لللعبة التانية اللي هيبان فيها قدراته اكسام انت عارفها لكل لعبة رياضية طبيعة معينة بزبط وجسمه معين وقدرات معينة ما تنسبش لعبة تانية فهو ده الاساس هو ده الاساس اللي الشركة هتعمله وانا عارفت انها هتبدأ ان شاء الله من اول الشهر اللي جاي وحتبتدي طبعا فماشاء الله افرع النادي الاهل الكبيرة او كتيرا اربع افرع على مستوى طبعا عالي ممكن تجمع الافتتاح قريب ان شاء الله حيبتدوا يروحوا ويعملوا بقى يعني مؤتمرات هناك ويعملوا يكلموا عولاء الامور ويكلموا عن الناس ويبتدوا بقى ينطقوا العناصر دي بالزبط عشان لانهم قسمانها ستيب با ستيب اه خطو خطو الفكرة المهم قوي اللي حتاك بتقول عليها هي فعل اكاديميات دي هتبقى او المشهودة لاختيار المواهب الحقيقية احنا كلنا كأباء وامهات بزات رجالة بيبعا عايزين عيالهم يلعبوا كرة بزات رجالة وستات اه لا والله رجالة بيبعا عايزين الولاد يلعبوا كرة قدم ده ستات دلوقتي بيجولي في بعض المطشات يقولي يا كابتن اصلا ابني بيلعب تحت راسين الحربة انا عايزها مش عارق انت عارف تيراس ذلك على فكرة اهالينا ما كانوش كده خالص يعني احنا الجيل بتاعنا القديم الاهالي ما ما يعرفوش عننا حاجة كان وانحنا مجرد احنا كنا بالحارب وبروح النادي وانتفرجوش علينا خالص يعني والدت ووالد حضرتك ما كانوش حسين لا لا اه غوين كل حاجة وانا عشان انا بس مختلف شواء ان انا عوضوا في النادي الاهلي من زمان وكنت في النادي عايش يعني انما من اول ما لعبت يعني والدتي الله ارحمها ووالده الله ارحمها جوش خالص يعني يتفرجوا علي وستيبيني في الطريق ده دلوقتي الأهالي دخل الموضوع لأن صلاح عمل مشكلة عمل مشكلة عمل لنا مشكلة صلاح وزعاد بيبقى أصلا الطفل أو الشاب هو أصلا ملوش في الكورة خلص وبيروح عشان أبوهم وما يزعلوش يعني بس عشان ده أنا بقولك بلاقي تلفونات كتير أجيلي يا كابتن أنا ابني موهبة فزة موهبة فزة هي تقررتك حيث بس يدوص عليه ييجي عشان نشوفه بقى مثلا الولد ما يعرفش يمشي مش يجري يمشي ومليان يعني التشريح بتاعه العضلي والقصة ممكن لا مثلا تايكوندو أوهل عبشانترانج بقى أو شطر بجد ده مرخوص كده يعني تخيالي بصي أنا بكلمك أنه يعني إلى أي حد الأهالي عايزي متنخلة من هنا دي حاجة كويسة بقى في القصة اللي احنا بنقولها إن أنا لما أتحط على التراك الصح بقى وأقول له ابنك ده في اللقبة دي هتميز ويبقى حاسس إنه مش مجرد مدرب اللي بيكلمه أو حد بس منتمي للكورة هو اللي بيكلمه لا ده اللي بيكلم شركة كبيرة متخصصة عندها إنجازات في بلدها كبيرة فبتدي نوع من الريحية والاقتناع إنما غير كده محدش يقتنع طب حداك يا كابتن في منطقة القاهرة بتشوف إزاي بقى المواهب الصغيرة دي بشوف إن فيه ظلم كبير لها بشوف إن نظام البرائم والمسابقات صعب بشوف أندية كتيرة أهم عنصر في العناصر عشان يفيد الولد هو المدرب بتاعه لأن الولد في السن الصغيرة دي بيرتبط بالمدرب أكتر ما يرتبط بأبوه بيسمع كلام المدرب أكتر ما بيسمع كلام أبوه في البيت فلازم يكون برضو هو مؤهل تأهيل كبير جدا ومع الرخص التدريبية مش نجب كبير وبطل وبكرة يبقى مدرب يبقى كويس لأن الموهبة حاجة كلاعب التدريب ده علم دلوقتي طبعا والتجارب الكتير والعالم كله نجح بالأسلوب العلمي دلوقتي مش بجدعانة وإن إحنا يلا وبقى مدرب دي أناك مدرب كويس لا خالص خالص يعني وما بقاش فيه في العالم كسط اللي هو لعيب كورة تازل كبر يدرب من غير دراسة ما فيش كلام من ده خالص القوانين صارمة هناك إحنا عندنا لو هنخش في الدور المصري حتة كده صغيرة مدربين يدربوا الدور الممتازة شايفين علي باهر تحت الأفريق وماتشاط أفريق يبقى عدو في المدرج لأنه معهوش الرخصة أي معهوش الرخصة صح إحنا هنتكلم عن الدور المصري وعن اللي بيحصل في الدور المصري لكن هنروح فاصل سريع ونرجع لحضراتكم ورجعنا لكم مرة تانية ولسه معانا ومنوارنا كابتل محمد حشيش نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم قبل ما نروح للأهلي عايزين نخش نرجع تاني لموضوع المواهب والأكاديمية عايزة حديك تكلمي عن الاختبارات اللي بتتم تبقى عبارة عن إيه؟ تمام هتكلم في العادي وهتكلم بقى في الجديد اللي احنا بصدد ويعني في العادي مثلا على مستوى أي نادي بيعمل اختبارات مجموعة بتقعد من المدربين اللي هم في القطاع بيبصوا على الولاد اللي هي شايفين انها ممكن ييجي منها وكده وبتم الاختبارات مرحلة أولى وتانية وتالتة وربعة لأن يوصلوا للعيبة اللي هم يعني مقتنعين بهم طبعا الاختبار ده بيبقى مش عادل لأن مجموعة كبيرة جدا انت عارفة النادي الأهلي بيجيله فارزة أول دي حقيقة وكم كبير من اللعيبة يعني مش عايز أقولك بالألاف من كل حتة في مصر الولاد مثلا بيبقى جاي من الأقاليم ومسافر الساعة ستة الصبح قايم وجاي وبتاع ساعتين سفر وجاي هو يعني مبدئيا انه راح يختبر في النادي الأهلي دي ممكن تساب مصبط صحيح 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 الولاد بيبقى محتى لو هو مكسر الدنيا مثلا في الحتة اللي هو فيه وبينزل مع مجموعة كبيرة أول مرة يشوفهم أول مرة يعرفهم وداخل النادي الأهلي على ملعب كبير ممكن ما يكونش لعب عليه قبل كده ملعب كبير كله ملعب صغيرة في البلد اللي هو فيها محدش بباصل حد كل واحد فاكر ان هو لما يمسك الكرة يبقى بس يعني صاحب الكرة هو الكويس وكده فطبعا فيه ناس كثير عين بتتظلم وفيه ناس ما بتبقاش على المستوى المطلوب فبالتالي ده خلاص بطل ممكن يبقى ما عندوش الطموح أو المصابرة ان هو يشوف في حتة تانية فخلاص انت مش كويس النادي الأهلي ما خديش خلاص ففيه مواهب كتيرة ممكن ما تتخدش لو دخلنا بقى على التخصص لا ده أنا بقعد وبجيب كم صغير عشان أقدر أشوفه وبشوف الأول هو اتجاهه ايه في أنهي لعبة ده الجديد الجديد وبعدين بعمله من أول الكشف الطبي كشف طبي بمعنى كشف طبي الدورة الدموية والقلب والكلام ده كله عموما وبعدين بعمله قياسات بقى للعضلات والنمو وتاريخه والده والدته لأن طبعا الجينات آه طبعا فرقا أو في الموضوع ده يعني نادر مثلا يكون الأب مثلا طويل مثلا من 85-190 واطلع ابن قد كده يعني نادرا طبعا في الطبيعي هيوصل دي كمان بتتشاف في القياسات بقى العضم والحاجات دي يعني يقدر يقول للولد ده هيبقى كذا كذلك برضو التحمل والعضلات والقصة دي كلها محتاج ايه في التغذية لأن التغذية بتاعته غير التغذية بتاعته التاني التالت الرابع في ولد مثلا بيبقى جسمه قابل للسمنة من الهوى بيدخن وفيه واحد مهما يأكل كذا بتختلف يعني قوة الحرق عنده بتبقى عاملة ازاي دراسة كبيرة قول في الموضوع ده وفي نفس الوقت بتحط بقى زي ما قلنا على التراك اللي صحيح يبتدي التخصص الاكتر بقى ان هو يشوف الدفوهات اللي هي فيه مثلا ممكن يكون العضلة الخلفية بتاعته مثلا قصيارة انا بتكلم امثلة طبعا يعني عامة يعني ازاي اقدر اطوله العضلة دي ازاي اقدر مش عارف كذا ازاي اقدر اشتغل على اشتغل على الكلام ده مثلا الاكتاف وهو كده مش كده يعني طبعا كل الاجسام الولاد السوارين طبعا مختلف عن بعضها فكل واحد بيتحط على الحتة الصح فيه تخصص اكتر فيه ما بعد كمان ان القوة او التحمل على الجري والسرعات والحاجات دي اقدر ادي ايه عشان ايه عشان اخد منه احسن حاجة في الحتة دي ولد مثلا عنده بالفطرة بتبقى السرعة دي موهبة صح دي هيا ازاي المهارة الكرة نفسها الحاجات بقى البدنية فيها مواهب في ولد السريحة او بالفطرة ازاي ينميله دي وازاي يعوضه في الحاجة في الحتة التانية ولد مثلا شخصيته يعني بمكسوف بيخاف بيقلق بتبند الكلام ده في الالتحامات مثلا مش او في ولد بطبيعة وبينزل يتزحلق ويخبط صح بيبقى عنده او في واحد ولد ليزي خالص مش عارف ايه مكسوف وبتاع وبالتحديد يعني انا طبعا ببقيتش حاجة بس لعبت الكرة طول عمرها المميزة جات من الشارع او صح صح لانه بينزل وبيعافر وبيوع على الاسفل وبيعمل الناس معينة بيلعب عارف بدون ذكر يسامي كان في لعب كرة بلكتا كبير يعني كان بيكلم عن انه كان بيلعب كرة وهو حافي ونوعات فترة لما هو بيلعب في ندي الاهلي قاعد فترة وهو بيلعب مش عارف يلعب بجزمة الكرة طبعا لان ممكن ولد يعني كانته كذا كذا وحب خلاص لعب من غير جزمة فخلاص بقى اتعود الحساسية بتاعته وكلام ده صح فعايز اقولك ان كل الحاجات دي كل الحاجات دي بتتشاف وبتدرس كويس قوي وزي بقولك في بقى فيه برنامج برا الملعب يمكن اهم من اللجوة الملعب صح لان اللجوة الملعب في ايدي انا كمدرب او كمسئولين عن الموضوع ده هو بيجيلي في وقت معين انا مسئول على القصة دي انما فيه البرنامج الاهم برا الملعب لان اللي ممكن برا الملعب ده لو مش تمامي بوز اللي هعمله مهما هعمل بيروح يصهر ما بيأكلش كويس بيجي مثلا الصبح من غير فطار وحصلت كتير جدا جدا وولاد بتيجي من غير فطار ممكن يقع في الملعب ينهر ابيض طبعا لانه مش واكل فبالتالي مفيش حاجة يحرقها بيستنفذ من اللي جوا المخزون اللي عنده بيخلص فجأة بتلاقيه مثلا واع فيه ولاد كتير عندها أنيميا ومش عارفة ازاي تعالج الكلام ده فيه ولاد ممكن يكون عنده مشاكل معينة في بعض الحاجات لازم تتزبط فانتو الموضوع بيتشاف من كل النواحي في النظام الجديد طبعا احنا كمان عايزين نروح لاماتش بكرا لكن فيه خبر عايزين نقوله وهو أنه أرسلت إدارة النادي الأهلي مبارح خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم تطلب في التحقيق في الأخطاء التحكمية المثيرة للجدل واللي وقعت بحق فريق النادي الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري والعمل على إرساء العدالة المنشوذة منشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنفسة هدرك بتشوف الخطاب اللي بعتوا نادي الأهلي لاتحاد الكرة إزاي وتشوف موضوع التحكيم ده إحنا بقلنا فيه سنين يعني إمتى إمتى يبقى فيه حكم مصري حتى ما كنا نتكلم في كاس العالم ما فيش في حكوم كاس العالم غير حكم واحد وحكم راية ده ممكن ينتهي إمتى ما هو كلمة الأخيرة اللي أنت بتقولها ده بيدي انطباع على مستوى التحكيم في مصر إحنا من فترات سابقة قديمة شوية كان على طول حكامنا موجودين في المحافل الدولية وفي المونديال اللي هو أكبر حاجة بالنسبة أكبر احتفال بالنسبة لكرت القدم يعني حكام كتير يعني حتى كانوا في إفريقيا أو الناس مع الاتحاد الإفريقي بحكموا المورات الصعبة هنا وهنا وهنا القصة دي اختفت اختفت ليه لأن المشكلة نبعة من عندنا مستوى التحكيم يعني سيء للأسف نادي الأهلي خسر بطلتين دورة عام بسبب التحكيم والنادي الأهلي برضو حاول كتير يتكلم بس بعد ما كان الأوان فات يعني صحيح إنما لا السنة دي مش هنسمح من البداية لأي حد يعطلنا لأن جمهور النادي الأهلي وقدارة النادي الأهلي مش هتسمح بفقد بطلات بعد كد ومعليش بكتب أن يتم شطاد كل مواتش تجيب طاقم تحكيم أجنبي وتدفع فلوس ورقم يعني دي أنا بشوف بصر هند عايز أقول لك حاجة مهمة جدا النادي الأهلي يعني بيصرف كتير جدا استثمارات كبيرة جدا ميزانية كبيرة جدا جدا بيصرف على جميع اللعبات دلوقتي كلها وخاصة طبعا كرة القدم ما بيبخلش بأي حاجة أنت شايفة الملاعب اللي عملها وقوض اللبس وا وا والحاجات دي كلها جاي بجهاز على أعلى مستوى بيصرف على الكرة في سفرياتها وطيارات خاصة وكذا 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 فما تجيش أنت بقى تضيع الكلام ده مزبوط لأن أنا بعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان أخذ بطولات واسعة جمهوري جمهوري اللي بيحصل ده وتسويني مع أي حد بقى ما بيعملش الكلام ده كله ده ظلم 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 فهو قرار نادي الأهلي يعني انذار أول للتحكيم لأن طبعا احنا شفنا المطش اللي فات يعني أنا مش هتحمل حكم عصبي والحكم يعني بيطلع بقرارات كده سريعة لقرارات دي لها ده لازم يكون حكم منضبط ونفسيا كويس قوي عشان الرجل رايح يبعد اللعيب يعني لسه يديه هو انذار يعني يعني هو كابتن الحكم ده المفروض أنه هو كمان يعني دوره يهدي الدنيا برضو مش دوره الشعلالة برضو يعني اهدى هو جاي بيكلمك في شئ يعني نهدى شوية التحكيم حجة وانذار غير مستحق طبعا وبعدين التحكيم واللي بيتكلمه ناس وهو ادى لواحد تاني خالص طبعا وكانت بايلة يعني التحكيم مش فنيات التحكيم شخصية شخصية تقدر انها تهدي الناس ما تسعطش الأمور ما تسعطش الأمور تهدي لاننا راجل في الملعب انا كلعيب وارد اننا ابعصب اه والمفروض اننا اضبط نفسي وكل حاجة بس من حق برضو اننا اتكلم وانكلم بأدب يعني استفسر صح انما تسيب القصة دي كلها وتنفعل عشان كذا وكذا ما بيتش عارف تدي ده ولا ده ولا ايه الدنيا هربت منك مفروض طبعا يبقى بمتحكم في عصابه اكتر من كده ده المصد ويخصرك ماتش وخصرك مثلا بنتين او تلاتة بنت او كده يبقى انت ما عمدش حاجة ودخلك في دوامة دوامة للعيبة بقى بعد كده تلعب وهي تحت ضغط مظبوط واحنا دخلين على حدث مهم جدا كسعال بطولات مهمة دي حقيقة لان ده احنا الفترة دي واخدينها باكت على بعضها كده ان احنا ان شاء الله بإذن الله نكسب المباراة الجاة وتخلالها طبعا بطولة الكاس ودي حاجة مهمة والنادر الاهلي عازم ان هو اي انت عارف اي بطولة بدخلها بإذن الله هناخد نفس نفس كده عميق وإيه ونتكلم عن ماتش الاهلي واسموح عايزين تقول لنا كده شايف الماتش ازاي وشايف المواجهة هتبقى عاملة ازاي وإيه بتشكيل المتواطق طبعا ماتشات الكاس ماتشات لها طبع خاص خروج مغلوب ماتش ببطولة يعني انت فهم ازاي عشان كده الفرق كلها سواء انت بقى طالعة من الممتاز به او موجودة في الدوري بيبقى همها انها تبزل اقصى جهد عشان ده ممكن يخليها تاخد بطولة اللي هي استحالها تخلها في بطولة زي الدوري ان الدوري طويل ومحتاج نفس طويل ومحتاج لعيبة كتير ومحتاج حاجات كتير قوي انما ماتش وشفنا اندية خدت كاس مصر قبل كده مجرد ماتشين تلاتة خدت بطولة فطبعا ده صعوبة المباراة صعوبة المباراة كمان ان النادي الاهلي يعني فقد النقطتين بتوع نادي المصري داخل على المباراة اللي جاية دي مباراة صعبة مع فرقة كويسة مباراة قبل نهائي مش ادوار تمهدية ادوار اولى دي مباراة خلاص اللي بيوصل بقى للمربع ده بيبقى يعني صعب نهيكي بقى عن اي فرقة بقى سواء دوري او كاس بتلعب النادي الاهلي بتسن السنان بتسن السنان بتسن السنان ايو بيبقى يعني تدي اكبر حاجة عندها لدرجة الناس بتفرق تقول هو ده النادي الفلاني اللي كان بلعب من يومين مع فرقة مش عارف ايه ده لو لعب كده ياخد الدوري ايو ما بيطلعوا كل اللي عندهم قدام الاهلي كل المهارات بتطلع فالنادي الاهلي لازم يصالح جمهوره من المقشل اللي فات كاز زي ما قلنا ما فيوش تعويض فلازم استغلال الفرص كويس قوي قوي من المغاراة البداية من الاول خالص مش عايزين نوصل لممكن لقدر الله في اخر الوقت كرة طايشة زي ما كان بيحصل ممكن نوصل ضربات جزاء بتبقى 50-50 النادي الاهلي ما حطش نفسه في الحتة دي وحملة على اللعيبة وضغط على اللعيبة فلازم من الاول يضغط على فرقة سموحة كويس قوي ومعهم طبعا مدرب كويس يضغط ويبين للفرقة لا انا حكسبك النهاردة عشان انا عيني مش عن نهاية على البطولة ان شاء الله ان شاء الله كن احنا كمان بنتكلم انه احنا مطش الاهلي والسموحة بكرة مطش الاهلي والزمالك يوم السبب بعد كده انت رايح كاس العالم فانت عايز تروح كاس العالم وانت الدنيا هدية معاك لانه غلطة بكرة هتبقى ببطولة مطش الزمالك طبعا هاي عارفين ده مطش كبير الاهلي والزمالك طبعا عايزين نروح مرتاحين خلينا نروح لطقاءات حضرتك للتشكيل هل شايف انه ممكن كولر يدفع بالصفقات الجديدة عبد المنان بيرسيتا وطاهر راجعين هل ممكن حد فيهم ينزل لو الاصابات يعني راجعت وبقوا مؤهلين ان هما يبقوا كويسين طبعا عبد المنان طبعا يبقى موجود ممكن يدي فرصة برضو الصفقات الجديدة عشان برضو ممكن يدفع بيها ومطش الزمالك لان هو عينه برضو على خلي بالك كاس عالم الأندية فلازم الصفقات الجديدة ده مش هاخدها معاه وهم ملعبوش مع الفرق خالص صح فلازم وإحنا خلاص قربنا ما فيش فرصة يعني فلازم حيدفع بالناس دي عشان ياخدوا على الفرقة يبقى فيه تجانس يعني فلازم حيددي طبعا وقت للناس الجديدة التشكيل دلوقتي ما شاء الله طبعا اللعبة بقت كتير وفي كل مركز أكتر من اللعب يستحق ويلعب الحمد لله رب الله يحميهم ويسببهم ويبعد عنهم الإصابات أيها فطبعا بالنسبة له طبعا بالنسبة للمدرب دي تبقى حاجة كويسة أن عندي أكتر من اللعيب جاهز أقدر أختار على حسب الطريقة اللي هلعبها وعلى حسب المنافس اللي أنا يعني هلعبه إيه تعودنا كولر كمان من أول ما جي من ماتش المنستير أول مباراة رسمية أخدها لغاية النهارده تقريبا 22 لعيب أو أكتر بيلعبه رجلهم في الملعب ما نقدرش نقول اللعيب ده أصلا ما قاله كتير ما بيلعبش زي أيام مسماني اللي كان معتمد على 14 لعيب وخلاص الناس تاني ماتت أيوة واللي 14 ماتوا واللي 14 ماتوا كلهم تفهم ازاي فهو عنده تشكيل كتير مرة نشوف شادي مرة نشوف محمد شريف مرة نشوف ساديو مرة نشوف الشحات مرة نشوف أفشة مرة يعني نص الملعب حمدي فاتحي ديانج ديانج السولية سولية حمدي فاتحي الديفندرات أو الاثنين المساكين محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم نشوف محمود متولي نشوف كذا يعني وصلنا المرحلة ان احنا مش قادرين نتوقع مين التشكيل الموجود غير بولك الوقت اللي قبل كده كنت عارفة آه فلان وفلان 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 وخلاص ومستنين بقى ربنا وستروا ربنا ساك دلوقتي هو لأن برضو المدرب هو اللي عايش مع اللعيبة وشايف حالته البدنية والفواءان بتاعه في التدريبات اللي هي قبل المباراة فهو أكتر واحد يقدر يحط تشكيل مناسبات احنا كابتن محمد حشيش نورتنا وان شاء الله نتمنى لفوز للنادي الأهلي وخلصت فقريتنا بس قبل ما نختيب عليناك توجه تلمل جماهيري النادي الأهلي جماهيري النادي الأهلي انا بقول للمقولة دي دايما انه هو هم الدعم الأساسي للنادي الأهلي وهما السبب الرئيسي في حصول النادي الأهلي على نادي القرن قبل كده شايفينه الفترة اللي فاتت شايفينه الجمهور الفترة اللي فاتت بيدعم في الفريق وهو متعادل وهو ما جابش جوان وهو مغلوب 1-0 مثلا في البداية المباراة داعم لغاية آخر لحظة ودي مش جديدة على جمهور النادي الأهلي كلهم شباب اللي بتشوفهم في المدرجات زي الورد ولو أنا متأكد إن لو الدولة تسمح بإن أكتر من كده عدد يروح المدرجات هنشوف جمهور النادي الأهلي ده مفيش زيه طبعا في مصر كلها وفي الشرخ الأوسط كله جمهور كبير جدا جدا داعم وإن شاء الله الحاجة الأخيرة على اللعيبة وحمسهم وقوتهم وتصميمهم وأسرارهم على المكسل بإذن الله كابتن نورتنا جدا نخرج فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم بقية فقرات حلقاتنا النهار داستنين